أكد وزير البترول طارق الملة أن انتاج حقل شمال جسوم الشمالي قفز من 4000 إلى 19000 برميل زيت يومياً وزاد الاحتياطي المؤكد من 118 مليون إلى حوالي 203 ملايين برميل خلال النصف الأول من العام الحالي كذلك خلال افتتاح الوزير لتوسعات حقل شمال جسوم الشمالي في منطقة امتياز بيترو جولف بخليج الزيت بالصحراء الشرقية والتي شهدت تطوراً وزيادة في الانتاج ترجمة نانسي قنقر